السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المغرب يرد على قرار البرلمان الأوروبي وجلسة طارئة للبرلمان العربي للرد على الموضوع أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم الجمعة أن القرار الذي صدق عليه البرلمان الأوروبي أمس الخميس لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة التنائية بين المغرب وإسبانيا كما أكدت الوزارة في بلاغ لها أن محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة هي بدون جدوى ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها التنائية وأسبابها العميقة والمسؤولية التابتة لإسبانيا في اندلاعها كما أوضح البلاغ أن توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة له نتائج عكسية بعيدا عن المساهمة في إيجاد حل فهو يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر هذه المناورة التي تهدف إلى تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة لا تنطل على أحد وبالنسبة للوزارة فإن القرار يتنافى مع السجل النموذج للمغرب فيما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي هؤلاء الذين يحاولون انتقاد المغرب في هذا المجال هم أنفسهم الذين يستفيدون في الواقع من نتائج ملموسة ويومية للتعاون على الميدان كما أكدت الوزارة أن المغرب ليس في حاجة إلى ضمانة في إدارته للهجرة ولم يعد مقبولا وضع الأستاذ والتلميذ فالوصاية طريق مسدود وليست العقوبة أو المكافأة هي التي توجه الأفعال وإنما القنع بالمسؤولية المشتركة كما أن قرار البرلمان الأوروبي يضيف البلاغ يتنافى مع روح الشراكة القائمة بين المملكة والاتحاد الأوروبي فمن خلال محاولته وصم المغرب إنما يضعف في الواقع مبدأ الشراكة في حد ذاته مؤكدا أن هذا القرار يؤكد أنه على صعيد الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي حتى ما تم بنائه بنجاح وعلى مر الزمان قد يكون موضوع تصرفات غير ملائمة وانتهازية في البرلمان الأوروبي وأوضح نفس المصدر أنه بقدر ما يشعر المغرب بالارتياح إزاء علاقته بالاتحاد الأوروبي بقدر ما يعتبر أن المشكل يضل مع إسبانيا طالما لم تتم تسوية أسباب اندلاعه مضيفا أن المغرب لم يقيم أبدا الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في ضوء أحداث ضرفية وإنما على أساس عمل قائم على التقى على المدى البعيد وخلص البلاغ إلى أن موقف الدول الأعضاء في المفوضية ومصلحة الشؤون الخارجية كان بناء فيما يتعلق بالدور الرئيسي للمغرب في الشراكة الأورو متوسطية والتقييم الإيجابي للتعاون في مجال الهجرة وجلسة طارئة للبرلمان العربي للرد على قرار البرلمان الأوروبي بخصوص المغرب يعقد البرلمان العربي جلسة طارئة بالقاهرة يوم 26 شهر الجاري لمناقشة القرار الأخير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية والذي تضمن اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة بشأن سياسات المملكة إزاء قضية الهجرة وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي في بيان اليوم الجمعة أن عقد هذه الجلسة الخاصة الطارئة يأتي انطلاقا من اطلاع البرلمان العربي بمسؤوليته القومية في التضامن مع المملكة المغربية وتأييدها في مواجهة هذه الأزمة التي أقحم البرلمان الأوروبي نفسه فيها دون أي مبرر